السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثانية اللي هي عن الOSI والTCP Models وذكرنا الليرات مالتهم هس رح نشوف التشابه مقارنة طبعا نقاط التشابه والاختلاف هسا التشابه نشوف احنا نقول انه اثنين هن يعتمد على مبدأ التقدس مجموعة من البروتوكولات خلنا نشوف شو مثلا على هذا هسا مثلا هذا اذن هو مجموعة من البروتوكولات المستقلة طبعا يعني كل واحد الى عمل مستقل عن الثاني زين النقطة الثانية هنا هي انه في حالة الوظائف اكو الوظائف بالليار طبعا مش شابهة بس اكثر لير انه بالمودي مش شابه هو الترانسبورت لير هو يوفر احنا ذكرناها يوفر الخاصية البروفايد time to end network عندي ال做ن دي بينتن ترانسبورت سوف شو هنا يوفر خدمات مستقلة طبعا اللي هي خدمات البروسس التطبيقات احنا قلنا bow hosts بالنهاية وصلنا إلى العنوان الدقيق أي التطبيق اللي أريد أصل زيان نجي على نقاط الأختلاف إحنا عدنا أكوفاد ثلاث مفاهيم اللي هو يدعمها بالنسبة للOS أكوفاد ثلاث مفاهيم مركزية اللي هي الخدمات والإنترفيس الواجهات والبوتوكلز الOS هنا رح يقدر يميز بين ذنين ثلاثة بوضوح هنا واضح الخدمات الموجودة بينما الOTCIP لا موابحة ما يقدر يميز بين الخدمات والإنترفيس الواجهات بين البروتوكل بالنسبة للنقطة الثانية أنه الOSI موديل هو يختلف من ناحية أنه البروتوكل بيها هدن مو كلش واضحة كأنها مخفية بينما الOTCIP لا واضحة ومركزين عليها الOSI موديل بالبداية هو الاخترع أو أسسه وبعدين البروتوكل جتي وراها يعني يعني التسلسل منتها كان أنه ما كان يعتمد على البروتوكل بينما الOTCIP بالعكس أنه البروتوكل أول مرة جتي وبعدين الموديل طبعا وخلى يعني البروتوكل خاصة بكل لير هنا ما كفت مشكلة بالبروتوكل أنه بتينج يعني أنه توافق الموديل وأنه أهم شي هي يعني المكان هيكون يعني جيد أو مضبوط هنا عدنا بالنسبة أكو عدنا فت شيء اسم الConnectionless والConnection Oriented ذكرناها سابقا أكو طبعا الOSI موديل رح يدعم هنا اثنين يعني ممكن أنه يعمل على مبدأ الConnectionless أنه ما يكون بلا اتصال أنه الخدمات تعمل أو أنه الConnection Oriented لا الشرط وجود الاتصال وأنه الارسال رح يكون متسلسلها بالنسبة الNetwork أما بالنسبة طبعا أو بالNetwork أو بالنسبة للTransport لا رح يكون فقط Connection Oriented لازم وجود اتصال يشروط أنه وجود اتصال ليش لأنه يريد وصل لتطريق النهائي أما بالنسبة للTCP IP موديل هنا رح نقول فقط يدعم بالNetwork مات فقط الConnection لكن هاي الحشي بالNetwork يدعم الConnection يعني عدم موجود اتصال أما بالنسبة للTransport لا رح يدعم اثنين هن اثنين يعني موجود هات لازم الTCP IP متكون من 5 لير خمسة طبعا واللي شرحناهن احنا الصورة مختصرة والOSI هو من 7 7 زين نجعل التغليف البيانات احنا اخذناها سابقا مجرد اعادة انه المضيف او الجهاز يرسل فد بيانات عن طريق الNetwork طبعا الى جهاز اخر رح يكون يمر فد عملية اسمها تغليف البيانات بالبروتوكول وايضا بالنسبة للTCP IP او الOSI الهنا اللير رح تتصل فيه مبعدها وتكون ازواج طبعا العملية رح تكون طبعا متسلسلة بالبداية الinformation تجي من احنا عدنا اذا خلنا نقول هذا رح نطبق على الTCP IP زين رسم مبسط اذا هذا خلنا نقول اللير الابلكيشن وهذا بعد وراء الترانسبورت والنيتورك وبعد وراء الداتالينك وهو خمسة طبعا الinformation من داتجينها من بره احنا نستطيعها بأي تطبيق طبعا رح تتحول الى داتا زين والداتا بعدين تتحول الابلكيشن بعدين الداتا رح تتحول الى سيغمين تتحول الى بالترانسبورت لير احنا قلنا وحدة من وظائفة هي طبعا احنا قلنا هذا يقابله بالجهة الثانية كل ونفس الليارات يقابله فإذا هذا الترانسبورت لير رح يسوي سيغمين بالمقابل لازم هذا يسوي العكس لان دايستلم هو هذا يكون اتجاه منه هذا دايستلم ياخذ الاتجاه مع العمليات يكون بالعكس السيغمين رح تكون بين الترانسبورت لير بعدين راحت ال نيتورك لير رح يصير باكت أو يسموها داتا قرام طبعا ينضاف لها الواجيك الادريس نعرف بالهيدر مالتها لازم يكون العنوان حتى يوجه بالشبكة يعني يصير لها توجيه الواجيك الادريس أيضا نشرح وعرفنا وإن شاء الله بعدين رح ينذكر بالتفصيل الباكت أو الداتا قرام بعدين رح تتحول إلى فريم وين بال داتا لير زين ورح تنطلق أنه تنقل بال لون يسموها مثلا اثر نيت بال الادريس رح ينضاف لها طبعا وأيضا هو هنا رح يكون يعرف لكل هاست بشبكات اللان الفريم رح يتعرف ويتحول بالنهاية إلى بيتس بيتس طبعا بالphysical layer هو الآخر واحد هنا رح تكون رح تنقل البيانات يعني رح تصير عملية digital encoding اللي هي الترميز الرقمي أو الكلوكينج سكيمة هاي طبعا بال layer الأخير زين هذا المبدأ تبادل البيانات رح يكون مفق هذا المبدأ إنه مننا نستلم وبالنهاية لتوصل شوفوا إياه هنا لتوصل إلى البيتس والبيتس هنا عن طريق الوسط الناقل دايستلم هاي إذن هو التسلسل دايستلم من فوق أخذنا الTCPI بطبعا للسهولة لأنه مختصر طبعا إحنا قلنا كل جزء من البيانات من ده تتقسم رح تغلف ويضاف إلى هيدر اللي هو عبارة عن العنوان أو المعلومات الأضافية الضرورية هذا منكمل الجو الأسفل رح يعني رح يستلم وأيضا يضيف لهيدر شيف شير المعلومات إلى أن وصلنا داتالينغ طبعا رح يضيف اثنين هاي مشروحها بالمرحلة الثالثة أنا ما أدخل بتفاصيلها من السلم هذا أرسل وصدت هذا رح يستلم ها البيانات يستلم ها بالأصفر ورح لاتأكيد نحنا كل جهاز يستلم لازم ما يعرف بس هاي اللغة بعدين رح يصير بالعكس المرة يفك التغليف يرجعها من bits يعني العملية رح تصير decapsulation عفو بالعكس إذا نرجع قبلها رح تصير من bits إلى frame إلى pocket إلى segment إلى data وبالنهاية إلى information هذا رح توصل بالنهاية رح يرجع البيانات لشكلها الحقيق ويفتهمها الصحيح نحن نجي عن protocols protocols قلنا هي بارة عن مجموعة من القوانين أو مجموعة من الروز اللي تكون بين الطرفين طبعا كل هذه protocol بي يقدم خدمة خدمة ومجموعة عن service يعني أكثر من خدمة طبعا إحنا مطين أمثلة هذا مختصر كل واحد عفو هذا هو المختصر مالتين وهذا المعنى مالتين أكو هواية إحنا مطين هاي طبعا مرور الوقت وعلى الفهم ما الطالب إنه يفتهم وين هذا البروتوكول ده يشتغل هنا طبعا هو ما أخذ بال OSI وممكن إنه إذا TCP IP ممكن هذا يكون فقط الابلكيشن إحنا نعرف إنه رح يستعيض ثلاثة رح يسوي إذن في حالة إنه TCP IP إذن البروتوكولات التعمل هي لأن إحنا نعرف هذا التركيز عليه بالبروتوكولات هواية هاي البروتوكولات رح نشرحها إن شاء الله أو في حالة OSI لا 3 تتمذني بهين هاي النقل طبعا بالمناسبة لنكون هاي النقل يعني هذا نقل يعني رح نشرحها هذا نقل المريد هذا نقل فايالات هذا ربط وهذا نقل ملفات بصورة عامة وكل أنواعها البروتوكولات النتور قال البروتوكولات الـ Data Link والفيزيكال ما بيها ليش لأن إحنا بعدنا مداخلين أو إحنا خارج الإنترنت زين هنا من دخل للإنترنت في حالة البروتوكولات تستخدم فقط في حالة الدخول إلى الشبكة زين هس رح ناخذ نشرح بعض البروتوكولات ما أخذين الـ Address Resolution protocol هي مختصر ما ت ARP هذا طبعا البروتوكول اللي رح يسوي هو يعني يستخرج أو يقوم بإيجاد الـ Physical Address اللي هو الماك باستخدام إذن هو يطلع الماك باستخدام الـ IP شان هو بالنتورك كل ديفايز إحنا نعرف هو عنده أخذ الـ IP ماتة من هاي الشبكة عن طريق الـ IP رحل الـ ديفايز ولقى الـ Physical Address مكتوب عليها مطبوع عليها بالكارت ماتة اللي يسموها Network Interface Card طبعا هاي الكارت لازم موجودة بكل جهاز لغرض إنه يدخل إلى الانترنت هذا الجهاز مطبوع علي عنوانه اللي هو موجود من الشركة طبعا في حالة الحواسيب القديمة والأجهزة موجود كارت إحنا شلنا سابقا لمشان أكو شبكات وانترنت أو بالحقيقة مداخل العراق يعني شان فاللي يريد يقول لي إنه عندك كارت شبكة عندك كارت شاشة عندك كارت أكو كارتات أضافية تنظاف هذا واحدة من عدهن هذا البروتوكول يستخدم إذن يستخدم لإيجاد الـ Physical Address للجهاز عن طريق في حالة إنه كان الـ IP معروف هذا عكسه Reverse Address Resolution Protocol فقط نضيب حرف R هنا عكسه إنه يساعد على إيجاد الـ Internet Address اللي هو الـ IP في حالة إنه الماك المعروف هذا بالعكس زين نجي على البروتوكول هذا اللي بالمختبر شوفتكم ياه قلت لكم رح نشرح عليه الآن طبعاً يعني شوفوني شوفوها هواية بس بالحقيقة مجرد إنه تعريف البروتوكول ويعني شوه شنية الخدمة اللي يقدمهم هذا الـ Internet Control Message Protocol من اسمه هو السيطرة أو سيطرة على المسج الرسائل بالإنترنت هذا طبعاً الـ IP بالنتورك لير رح يرسل البيانات طبعاً يسموها Small Packet ليش إحنا هسا حالياً بالنتورك لير دا نرسل يسموها Datagram أو يسموها Packet طبعاً الـ ICMP بروتوكول رح يرسل هاي الـ Datagram في حالة كانت أكو مشكلة زين يرسلها للسيندر إذا كانت البروتوكول هذا يرسل النتيجة يعني إنه هاي وصلت شفتوا إحنا من أرسلنا عندنا مثلاً هذا الـ Host الأول Host1 إذا سمينا العفو هذا Host2 زين إحنا من أرسلنا البيانات شفتوها بالمختبر في حالة كانت الربط صحيح صارت success وقالو لك البروتوكول المستخدميها هذا إذن لازم يرسل النتيجة أما في حال إنه يكتب إذن لازم أكو تقرير نتيجة إنه في حالة أكو يرسل لك مثل التقرير أو مثل خلني نقول في التفصيل معين على النتيجة مالتك إنه وصلت لأ أما البروتوكول اللي تحته طبعاً هو مشابه إلى الفرق بيناتهم هذا إنه هذا group message فقط هذا الحرف يختلف المعنى مالتك إنه هذا رح يرسل مجموعة إلى مجموعة يرسل المسج مالتك مجموعة من المستيمين أو مجموعة أو فد group معين زين هسا نجي على الآخر شي لا بعد عدنا سلايدين إن شاء الله هذا البروتوكول شوي نركز عليهم هذا البروتوكول وين يستخدم البروتوكول من يقول لك هذا البروتوكول هو user العفو process to process protocol وين معناها مستخدم من نقول يجي بان process إذن آلي بالتراسفورت زين هذا البروتوكول عدة نقاط هو أول النقطة الأولى هو مميزات process to process الثاني هو رح ياخذ البيانات رح تيجي من الأبر اللير الأعلى بالTCPIP ورح يضيف له ظني المعلومات إلى البيانات ثلاث شغلات يضيفها أول الport address check some error control والlength of data يعني عنوان الport address هو هو عنوان التطبيق اللي أنا أريد أوصل زين check some error هاي أكو فد شي هو عبارة عن مجموعة من البتات يطلع فد رقم معين check some مجموح يعني هذا يشير إلى error control يعني فد شي معين أنه هذا أكو error ما أكو error طبعا نحن ما رح ندخل بتفاصيل بس من جرد نعرف معناه أنه هو هو عبارة عن مجموح هذا المجموح هو طبعا يطلع لي بالنتيجة رقم واحد الرقم هذا يطيني أكو فد error أو لا يعني في حالة أنه أكو بالأرسال الشي اللي يضيف الثالث اللي هو length of data عفو هو طول البيانات المرسلة بالdatagram عدد البتات يعني أو البتات الآخر الport address هنا قايل هو 16 bit من الport address تضاف إلى البيانات وطبعا تصل أكيد إلى correct destination الهدف المعين الصحيح العفو هذا هو مجموح مجموعة من البيانات رح تنضاف أيضا إلى البيانات يعني من تجينا البيانات من اللير الأعلى نحن نسوين بالtransport إلى شنو اللير الفوقان هو application أو الapplication رح يستلم العفو رح تيجي البيانات من الapplication رح تنضاف لهذا check سمه عبارة على رقم واحد هذا يشير إلى acute error أو لا يعني السيطرة على error أو length طبعا الدقطة الثالثة أنه بالرغم أنه هذا protocol هو رح يجد الأخطاء الترانسميشن أو data يعني خلال النقل بس هو ما رح يحدد الخطأ مما يجعله أنه صعوبة أنه رح نجد الخطأ الحقيقة هو ده يطلع خطأ بس بني يقول لك وين يعني زين نجعله TCP اللي هو Transmission Control Protocol هذا طبعا هو عكس UDP زين UDP هو Connection Less Protocol يعني ما يشترط وجود اتصال ممكن يشتغل بلا اتصال بينما TCP هذا ده نحش عنه هو Connection زين الاتصال لازم يكون موجود بين Sender والReceiver المرسل واستلم خلال نقل البيانات أكيد طبعا لأن احنا هنا نقول هو Connection Oriented TCP Protocol يقسم البيانات إلى وحدات صغيرة سموها Segment احنا قلنا ما دام High Segment رح تحتوي على مجموعة من الأرقام هذه تجعل انها ممكن قاعد ترتيبها طبعا بالترتيب الصحيح وعند الاستلام ليش احنا قلنا هذا شنوه هذا Connection Oriented أولا يشترط وجود الاتصال ثانيا من يقسم البيانات يرسلها لازم يرسلها بشكلها الصحيح وترتيبها الصحيح من يستلمها الطرف الثاني يضيف اكنا رقم فالرقم يشير الى انه هاي الرسالة وصلت لولا يعني شون اعلام هو الآن شون وصلتني رسالة لولا فالرقم معين تنضاف هنا حتى يعرف انه هي وصلت ام لا التي سي بي هو عكس اليو دي بي اليو دي بي احنا قلنا اليو دي بي هو ما يقدر يحدد الارر المعين بينما هذا البروتوكول الي هو هذا تي سي بي لا يحدد اكو عدة سيطرة على الاررر ويحدد الخطأ الوين بالضبط وهذا يجعل هذا الهذا هو ريليابل اكثر موثوقية من هذا البروتوكول الستريم كونترول ترانسبيش البروتوكول الي هو اي سي تي بي دائما دا شوفون دا يستفادون من العيوب الاخطاء دا يستخرج اما في سوفتوير جديد او هاردوير يغير بواصفاته او هنا بروتوكول اخذه من هذا ومن هذا هذا البروتوكول هو عبارة عن جمع احسن الصفات الصفات الجيدة بالTCP والUDP هذا الثاني هو طبعا هذا اكتشفه بعدين انه هو يدعم التطبيقات الحديثة مثلا اللي هو ارسال البيانات عن طريق الانترنت بعد اكو بروتوكول طبعا هاي المستخدمة هاي البروتوكول هاي المستخدمة اما بالأبليكيشن او الطبقات الثلاثة العلية الابليكيشن والبرزنتيشن والسيشن برور الوقت انا دا شوفون اللي انه يعني مش تغلوا يعني درستها او دا اقراها فدا احشي بيها اشرحها فحفظت الليارات وحفظت اما ان كان ممكن مرات واحد ينسى يخبط بس مرور الوقت ترى رح تتعودون عليها هاي كلها عبارة عن نقل بغض النظر عن النوع هي عبارة عن نقل فمعناها وين معناها بالطبقات العليا يعني زيان هذا هو عبارة عن Fiber Text Transfer بروتوكول هذا يسمح لليوزر المستخدم انه يتفاعل مع شبكة الويب من خلال البراؤسر خلال البراؤسر اللي هو نستخدم شلو هم البراؤسر أنا أعطي جوجل ياهو اكو بعض انواع طبعا اذا يتفاعل مع الشبكة العالمية عن طريق البراؤسرات الHTP هنا طبعا هو يستخدم مختلف انواع البيانات ممكن يكون تيكست اللي هو ناص ممكن يكون اوديو صوت وممكن يكون بيديو الى اخرين نجعل الFTP هذا هو عبارة عن File Transfer Protocol هو نقل فايلات من نظام الى اخر بينما هذا نقل هو نقل مختلف انواع البيانات زين الTelnet هو عبارة عن مختصر من Telecommunication Network اللي هو الوصول الى الاماكن البعيدة طبعا هذا المبدأ ماته هو Client Server Protocol اللي هو طبعا اكو هنا في Server واحنا قلنا دا يتحكم في مجموعة من البلانت اللي هو جوائي دا مثلا شوف شان هي مرتبطة طبعا هذا موثوق او ايضا هو Connection Oriented يعني لازم اتصال اكو موجود هذا البروتوكول يستخدم الانترنت او باللان طبعا الموجودة بالاتجاهين Piedirectional وايضا يعتمد على الاتصال الافتراضي الموجود زين اللي هو Virtual Terminal Connection DNS هو عبارة عن مختصر لـ Domain Name System زين هذا احنا نعرف كل كمبيوتر أو كل جهاز بالنتوارك بالشبكة هو عبارة كل واحد عنده IP مختلف عنوان الكمبيوتر ينعرف بيش بالشبكة ما تتعرف بالعنوان ما تتعرف بالIP Address الDNS ايش راح يسوي راح يوفر امكانية ربط بين الاسم زين وبين الIP Address اذا الName هنا راح يكون يستخدم لتعريف النظام بالشبكة راح يكون ايضا اكثر هنا اكثر من الIP اذا راح يكون اكو ربط بين الName وبين الIP طبعا هذا يعني اكو بالتفاصيل بيهن احنا ده ناخد بس المختصر SNMP اللي هو عبارة عن Simple Network Management Protocol هذا طبعا راح يدير الاجهزة المتصلة بالانترنت باستخدام الTCP IP Protocol الاخير اللي هو عبارة عن Simple Mail Transfer Protocol من اسمه هذا يستخدم خدمات البريد الالكتروني وهذا ايضا يستخدم هذا البروتوكول يستخدم الإيميل البريد الالكتروني اللي يحتوي على بيانات طبعا بإرسال من من واحد الى اخر عن طريق الإيميل الادرس الإيميل الادرس إذا اكو احد يتذكر هو عبارة عن specific عنوان محدد آني أكتبه هو معام موجود شوفوا هسه شم عنوان عندنا صار عندنا إذا تتذكرون صار عندنا ماك الادرس اللي هو physical هذا موجود منين هذا يجي من هذا يجي من الشركة ماك هو نفس physical عندنا الانترنت الادرس شنو الport address طبعا هاي العام هي كلها مشروحة الport address هو عبارة عن عنوان التطبيق اللي أنا أريد أرسله هذا يستخدمه هذا يستخدمه الانترورك ماك من يستخدمه يستخدمه ال data link وايضا ال physical نجي على ال specific address هذا محدد هذا آني آني أحدده يعني آني أحدد عنوان التطبيق الأريد أوصل زين عفو عنوان للشخص email مثلا لازم أنطي عنوان محدد الport عفو هو عنوان التطبيق بينما هنا آني طيت عنوان للتطبيق هو email زين الemail المن هسا إحنا قلنا ال transport layer يوصلنا إلى التطبيق اللي أريده فرضا هو email بريد الكتروني زين هذا البريد الكتروني المن لازم أنطي عنوان إذن هو هذا العنوان المحدد زين أرجع بس شوية أربط لكم بالهاي حتى لات تخربطون شوفوا إياي هذي البروتوكول طبعا ماكو هو من يدخل الإنترنت يلا هذي ما دام بيها تشتغل على الIP داخل من ضمنها وأكو إرسال إذن ذنني بالنيتورك زين ICMP IGMP RARP وإن كان أكو بيها ماك بس كل على الIP يعتمد هذا ما دام ذنني داي اعتمدا على شغل إنه البروسس لازم هو داي وصل للتطبيق المحدد إذن هير تراس مورت لير ذنني بصورة عامة نقل هذا نقل mail email هذا نقل file هذا ربط العنوان بالنيم وهذا من هو هذا داي ينقل الملفات بصورة عامة بكل أنواع إذن هو بمرور الوقت يعني يمكن تشوفوها بالبداية صعبة بس بمرور الوقت إحنا شرحنا المحاضرة بال 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 عفو بال google meet وأيضا هاي المحاضرة الفيديو رح يبقى جو وإيكم خاف واحد نس ما كتب أأخذ المحاضرة إذا تريدون أكل قسم يطبعوها ويكتب عليها على شرح لأني شرحها أو لا هو يقول أنا أسمع وعلى الشرح ما لاتش أو على المحاضرة أفتحها وياك وأشرح طبعا أنا لدي نزلها PDF ليش هذا من أجي أقطيكم يعني رح يصير شنو احتمال تتغير زين أكفة الشغلة أريد أراجعها بعويا إحنا قلنا النيتورك لير شي سوي دينقل من الرئيسي اللي هو المصدر إلى الديستينايشن زين هذا دينقل بس هو معلية هو طبعا عن طريق الIP لازم عنده الIP هو معلية بالشغلات الوسطية هاي الوسطية شبكات جقد أكو شبكات جقد أكو هو معلية هو معلية هو يعني هو دا يعبر ملتبل نيتورك ملتبل نوت هو معلية هو المهم يوصل أنه الرسالة يعني شوف جقد أكو شبكات هنا بالنص طبعا أنا هاي مختصرة لدي أرسمها جقد أكو شبكات كلها رح هو الهدف مات أنه التوجيه للبيانات اللي دا يرسلها توصل للدستينايشن هذا من هو هذا النيتورك لير حتى لن هذه يعني صير مفهومة ليجي لترانسبورت لير أنا وصلت للهدف زين أنا عجبا الهدف مات يا تطبيق أنا أريد ميت تطبيق يعني أنا هس أصرت من حاسب الحاسب زين يا تطبيق أنا هو إيميل الإيميل لازم يوصل للإيميل مصحيح إذا أنا لازم بالواتساب لازم يوصل للواتساب إذا بالفايبر بالفايبر يعني ماكو واحد يرسل بالفايبر على الواتساب وماكو واحد يرسل إيميل يمكن هس هس صارت شوية أكو قابلية اللي مجربها أكو بال أعتقد بالشغلات الإيميل لأنني هس مراد أجربها أنه ممكن أسوي مشاركة هس التطبيقات الحديثة أنه أسوي مشاركة علي برنامج فأني أحدد مشاركة على الإيميل إلى آخره هاي يعني على العموم إذن الناق يحدد للتطبيق هذا يستخدم يا أدريس هذا يستخدم الآتي هذا يستخدم الport address اللي هو عنوان التطبيق اللي أريد أوصله بس طبعا العنوان العام يعني مجرد أنه تطيع عنوان يا تطبيق أريد إيميل يا تطبيق أريد واتساب يا تطبيق أريد مثلا خلينا نقول شوف يا هاي هاي طبعا أكو برامج هاي ممكن أنه أرسل بيها بيانات أو أسوي حوار بيانات زين نيجي هسا زين أنا هسا عجبا أنا دني الport يعني هذا منوصل راح حدد التطبيق اللي أريد هسا نيجي على اليمن نيجي على data link ليار شي سوي data link هو عبارة من اسمه هو عبارة عن يعني هو يهتم أو يتابع شغلة الإرسال والسلام بس شنو اللي يتابع إحنا هنا يقلنا هذا رني البنص يسموه النود يعني من نقطة النقطة من نال هنا من نال هنا من هو اللي يتابع هاي الشغلة اللي يتابع هاي الشغلة هو data link ليار يعتمد على طبعا عنوين هن اللي هي بالشبكة وأيضا عن الماك زين المسافة من جهاز الجهاز أو من هار يسموها هب يعني من واحد الواحد هذا يسموه هب أنا من ايش تنتقل من نقطة نود النود أو هب والهب من تنتقل البيانات لازم أضمن وصولها بيانات هي وصلت وصلت صحيح مثل ما أنا قطيتكم بمثال بالمحاضرة إنه هذا الشخص أرسل رسالة هو بدي ياله وهو أرسلها طبعا حكتب بس الحرف الأول دا وهذا دا يرسلها البغداد زين أنا من دا أرسل من دياله إلى بغداد أنا الهدف إنه هي توصل بس أنا المحطات الطرفية منه مثلا أنا أرسلتها بيد أشخاص دولة المحطات الوسطية زين دولة إذا ما وصلتهم أو ما وصلوها أو ضاعت أو وصلوها الجزعة فوها تركوها إذن أنا إذن كلش مهمات للنود من هو اللي يتابعها اللي يتابعها هو الData Link Layup زين بعد شنو الشغلات المهمة لعدنا هاي طبعا الApplication هو اللي يستلم الNetwork هو اللي يحدد يسوي راوتين الترانسورت هو عدة Process Delivery سموه بعد منه إحنا جواعدنا Data Link إنه هو رح يضمن بين الانتقاء بين النود إلى نود والفيزيكا الأخيرا طبعا هو هذا الفيزيكا هو يضمن أنه رح ينقل البيانات يحولها طبعا وطريقة التمثيلة وإلى آخرهم اللي هنا خلصت المحاضرة الجزء الثاني طبعا المحاضرة الثانية إن شاء الله تكون مفهوما وعدكم المحاضرة جوا إليكم رح تنزل وينزل أيضا اليوتيوب الفيديو أي سؤال أي استثار ورما تشوفوها طبعا نفتح في المناقشة اللي عنده سؤال اللي بس رجاء المحاضرتين الأولى والثانية تتابعوها وتقروا ليها تتوقعوا بأي وقت امتحان بغض النظر عن طريقة الامتحان زين إحنا لحد هالسمال أقولكم بالقاعة تشذب لأن إحنا عدنا بس يوم الأحد بالمختبر زين وهذا الوقت أنا أريد أستغل للمختبر وإن كان دا تشوفوني دا أطلع دا أربط يعني دا أخذ ترى نظر وعمل يعني وهس إن شاء الله إذا الله أراد هاي البروتوكولات يعني يمكن قسة من هواية من عندها راح تندكر تندكر بالمختبر بالعملي إن شاء الله يعني نطور شغلنا ونضيف شغلات وحتى بالربط بعدين من يسير ربط وتفيش أكيد راح نقول في حالة إنه نصب السوفتوير وجربنا بالكناصل إن شاء الله هي شي مرحلة وياكم أتمنى إن شاء الله الظروف يعني يتساعد على هذا الشي هاي آخر شي عندنا المحاضرة طبعا وإن شاء الله تكون مفهوما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر